اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم 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 اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر يعني هنا ثم هنا اثنان ضرب اربعة ثمانية واحد اثنان ثلاثة اربعة ستة ثمانية يعني هنا اذا هنا اذا كما قلت حاولوا انشاءه بشكل صغير جدا حتى عندما تضربون في اربعة يعني لا تحصلون على شكل كبير جدا اذا هذا لا يجب ان اضعه اذا يجب ان اضع هذا اذا هنا لاحظوا من هنا الى هنا مربع اطيب في اربعة تعطيني اربع مربعات واحد اثنان ثلاثة اربع يعني هنا يعني الاشارة فقط في هذا الدرس غير موجود في الامتحال الاقليم الاخير اذا هذا كما قلت لا يجب ان تضعونه جيد ثم النجمة النجمة يعني نجمة يعني صعشي امنا حتى نقوم بتكبيرها بشكل مضبوط مئة في المئة اذا مثلا هنا لدي مربع ونصف اطريب في اربعة تعطيني ستة يعني من هنا الى هنا ستة مربعات هنا تقريبا نصف مربع اطريب في اربع يعني مربعان وهكذا اشتركوا اطريبا نصف اطريبا ونصف اطريبا 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 يعني تقريبي فقط. هنا مثلا المربع وليس درته في اربعة اعضبني ستة. واعتمدت عليها وقمت بتكبير الشكل. اذا هذا تكبير للعلم الوطني. الان امتئو ازاح له الى الاعلى عموديا قنوها خمسة الى الاعلى. اذا ازاحة هي خمسة الى الاعلى. ما معنى ذلك. يعني احصل خمس مربعات الى الاعلى. اذا مثلا هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة يعني سيأتي هنا. ثم هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة سيأتي هنا. اذا هذه ازاحة الى الاعلى. ثم هنا واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة يعني هنا ثلاثة لأن 지أ populations تحافظ على القياس. يعني ستبقى نفس القياسات. دائما أنسى وأصل هنا إذن هنا لا يجب أن نصل إلى هذا ثم هنا يعني هذا الرأس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يعني هنا يعني تقريبا فقط من نفس الشكل يعني شكل تقريبا فقط لأن الرأس هو إزاحة أحسن طريقة للإزاحة هي الأنسوخ يعني استعمال الأنسوخ يعني نضع الأنسوخ على هذا الشكل ننسخه ثم نضعه هنا نحسب فقط رأس واحد مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نضع النقطة على النقطة ونضعه بالإنشاء جائد نفس الشكل nächste لديناديلs ц establishment بفعلات ركض الضفية تعال已رة الآن هو أنه يمر يمر تكون في حملها تكبير الدائرة سي اثنان سي اثنان هي اللي في الوسط تكبير لها سي اثنان تكبير لها سي اثنان تكبير لها هي سي واحد هي اللي كبر منها ست تكبير تكبير ناقعون دي سومان بسي اثنان سي اثنان و السي و السي تكبير دائرة سي اثنان و السي واحد ناقعنا الاغراندسمن سي اثنان يجب ان نعطي المعامل هنا المعامل بما انه تكبير اغراندسمن سي اثنان الشعاع الاكبر اثنان اثنان ثلاثة و السي اثنان ثلاثة على اثنان دي ما الاكبر على الاصغر دابا ردكشن يعني التصغير تصغير ندكشن تصغير لسي اثنان و السي اثنان و السي اثنان و السي اثنان و السي اثنان ثلاثة قطعة واحدة على سي اثنان الذي هو قطعتين يعني واحد على اثنان اثنان نمر للتمرير الرقم ثمانية انسخوا الاشكال و اكملوا بما يناسب شكل اثنان هو ماذا بالنسبة لواحد لانه كما تلاحظون الشكل الاثنان هو مماثل شكل واحد تنتام المحور هاتم و المماثلت هي نفسها و الماتلة هي لماذا لاحظون نفس المسافة نفس المسافة نفس شيء من و المماثل والتالي فهو مماثل اذا شكل الاثنان هو مماثل بالنسبة لشكل واحد بالنسبة للاحظو الشكل الواحد . الشكل الاثنان. بالنسبة للشكل الواحد هو تكبير. لان فقط قمنا بتكبير نفس القياس. اذن ا tension, a ll. اعطينا معامل التكبير. اذا الشكل الثان من اثنان هو تكبير. الشكل الاثنان هو. تكبير بالنسبة لي واحد. بالنسبة لهنا الشكل الاثنان. إذا لاحظوا هو دوران لأن هذا قمنا بحركة دوران إذا هو دوران ثم الشكل الثلاثة هو لاحظوا الشكل الثلاثة بالنسبة لواحد لاحظوا واحد هذا المماثل ياله ثم إزاحة إذا هنا هناك خطأ في التمرين لأن هنا هذا المماثل ولكن هذا ماشي إزاحة لها إذا هنا قصد إنزلاق ولكن هنا راكين خطأ لأن هذا يكون نفس الشكل هذا التجاه إلى هذا التجاه وهذا إلى هذا التجاه أو المنحب إذا هنا راكين خطأ ولكن هنا راكين خطأ لأن هنا لا يقدره إذا نقل إنزلاق ملاكرة هناك بين قوسين خطأ في الإنشاء راكين خطأ في الإنشاء جيد نمو الآن إلى تمرير رقم التسعة ولاحظوا أنقروا الشكل ثم أنشئوا القطع AB التي تمثل انزلاقا للسد في اتجاه المحور الد إذا هنا هنا أنشئ قطع AB التي تمثل انزلاقا AB تمثل انزلاق للسد الانزلاق بأنه تركيب من تمثل محواري والإزاحة إذا ننشئ مماثلة السد أولا ثم نزيحها لنحصل على AB إذا هذا هو الشكل إذا أول شيء أن ننشئ مماثلة سد إذا مماثلة سد إذا يمكننا استعمال أو الاعتماد على التربعات إذا بما أن المحور يمر من رؤوس المربعات إذا يمكننا الاعتماد على التربعات فقط يعني هنا نصف نصف يعني ستأتي هنا دي هنا لاحظوا واحد اثنان واحد اثنان يعني ستأتي هنا إذا هذه هي القطعة سد سبريم مماثلة أبل مماثلة سد أول هنا ننشئ قطع أبل تمثل انزلاقا للسد إذا السد المماثلة تمثل الانزلاق الانزلاق بحيث صورة سبريم إذا نعطينا أهنا إذا نلاحظ هنا كم واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة بنفس الطريقة إذا ب ثم نصف القطعة إذا الآن عبه ينزل عقل السد لماذا؟ لأن السبريم دي بريم مماثلة سد وإزاحتها هي عبه إذا عبه ينزل عقل السد إنزلاق هو تركيب من الإزاحة وتمثل المحور الآن قياس طول عبه ينطبطها قياس طول عبه هو نفس قياس سد لماذا؟ لأنه انزلاق فقط نحافظ على القياسات إذا عبه تساوي سد تساوي ذلك يمكننا قياس سد مثلا هنا إثنان سنتيمتر تساوي اثنان سنتيمتر نبال هنا تمرق العشرة أعيد ورسم الشكل بحيث او اثنان سنتيمتر او ابرين ثلاثة سنتيمتر إذا الشرعة الأولى اثنان ثلاثة ثلاثة سنتيمتر إذا أضع المركز ثم أخذ البرتار إذا من السفر إلى اثنان يعني اثنان سنتيمتر سنتيمتر هكذا ثم بنسبة طريقة شرعة هذه المرة ثلاثة سنتيمتر هكذا ثم أضع مجيد إذا هذين هما هاتين هما الدائرتين إذا الذين هنا هو هو المركز ثم قطرها المتعامدة إذا أرسم قطرها المتعامدة منك هكذا ثم قطر ثانية عاموض عليه يعني زوية طائمة إذا لدينا هنا فالدائرة الأولى وهنا ثم الدائرة التانية وهنا ثم ثم الحصم بهنا ارسم وبين ثم لدينا هؤلاء الأسماء فقط يعني هالي سي هالي سي بريم ثم هذا واحد هنا اي وهنا ج اذا هذا هو الشكل الآن ماذا يمثل او او بريم او او بريم يعني هادا المثلت بالنسبة لي او او بي اذا لاحظوا لدينا او شعاع اثنان سنتيمتر او او بريم شعاع ثلاثة سنتيمتر اذا او بريم تكبير لأو بي اذا الاف اذا او بريم تكبير للمثلت او او بي ولبعنا نسبة التكبير وخمط البوش مننا نسبته اذا لبعنا النسبة ندروا الكبير على الصغير مثل او ا اه عفوا الكبير هو او او بريم على الاسعار هو او ا اذا ثلاثة على اثنان تارهocking اليna او personally it's not going to use اول او او ا في تيرليها uh shall we have to use o ا ا врем Steel י�ب حالان بالفعل ان او ا اصغير المثل هي половاني قمةية بالنسبة او بريم بيام قيلة او او ب it's just a اذا او اثنان سنتيمتر او 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 ثلاثة سنتيمتر اثنان على ثلاثة الصغير كنت بتصغير على الاقبار. نقول الان الى التمرير رقم 11 جمعو بخودوا لا فغيري جو كونسطوي اذا اعيد انشاء الشكل اذا اعيد انشاء الشكل واحدا هذا محور الثلاثة. اصنسيمتري كا برم ب برم سي برم بقرب على الاقس د. اذا ارنش اموماتي له بنسبة لمحور الد. اذا بنسبة للمنتيل اذا ممكننا الاستعمال اقرقار او الاعتماد على هنا الاعتمار على صعب على شيء لأن المحور لايق على الصدر إذن أختار نقطتين من محور تماثل ثم أخذ بركة نبدأ مثلا ب B إذن أقس المسافة إلى B ثم أضع قوسا ومن العلامة الموالية أخذ القياس B ثم أضع قوسا إذن أختار العلام على B نفس الشيء إذن بالنسبة لل C أخذ القياس C ثم أضع قوسا من العلامة الموالية C و أو نفس الشيء لأ أخذ قوسا ثم نقوم بقوسا ونقوم بقوسا إلى A وقوسا وأصل على A ثم نقوم بقوسا ثم تقوم بتحديد ورrier 3x2 إذن تكبير إذن إجيكا تكبير لـ ABC بمعامل ثلاثة على إثنان إذن كل ضلنا نضربه في ثلاثة على إثنان إذن ABC هو هذا إذن تكبير لـ ABC إذن المعامل هو ثلاثة على إثنان نغل نخذ القياس هذا مثلا 1.5 إذن BC وجدنا فيها 1.5 إذن 1.5 نضربه في ثلاثة على إثنان إذن ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر ثلاثة ضربة ثلاثة أربعة ورقم وراء الفاصلة على إثنان إذن إثنان فاصلة خمسة وعشرون بالنسبة لـ AB نفس الشيء نأخذ القياس إذن تقريبا 1.5 إذن هنا ثلاثة إذن نتأكد منه إذن هنا تقريبا 1.4 يعني نفس الشيء 1.5 نلاحظه 1.4 إذن بالنسبة لـ AB يساعد 1.4 إذن 1.4 نضربه في معامل التكبير إذن ثلاثة ضرب أربعة إثنان عشر ثلاثة ضربة ثلاثة ضربة ثلاثة ضربة أربعة وعلى إثنان هي إثنان فاصلة واحد فاصلة الخمسة، ستة، السبعة، اثنان فاطلة السبعة. نتأكد. هنا تقريبا. اثنان فاصلة سبعة اثنان فصلة ستة. اذا نأخذ اثنان فاصلة السيطة. إذن بالنسبة للجلس الاخير. اثنان 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 صوت ستة. اثنان فاصلة ستة. نضربه في المعامل. اذا ثلاثة درستة تمانية عشر. سبعة على اثنان. اذا تساوي ثلاثة فاصلة تسعة. سنتيمتر. وبالتالي اذا هنا لدي قياسان اثنان فاصلة واحد وثلاثة فاصلة تسعة. اذا سنستعمل البركار اثنان فاصلة واحد. اذا نخذ القياس اثنان فاصلة واحد. هكذا. اثنان فاصلة واحد. ونضعه هنا. اذا نضعه هنا. ونضعه قوس. مفهم؟ نضعه قوس. ثم القياس ثانية ثلاثة فاصلة تسعة. سنأخذ ثلاثة فاصلة تسعة. ثلاثة فاصلة تسعة ايه هذه. ثم نضعها في اي. ونضعه قوس. اذا مكان تلاقي القوسين هو الرأس الذي نصيره معه. اذا هذا حصلنا على تكبير اي جي كا. تكبير لابسي بمعامل ثلاثة على اثنان. فإن هذا هو اي كا بmodernسبة لهذا اي جي. وبالنسبة لهذا جي ما .... قمت بإثنين سي جبن يقوم بالكلب المساحات بالتضبط إذا لدينا عدد المساحات في الاتفال الآيات المساحات بعدما يعرفني العدد من العمارات لأنه يكون عدد المساحات قال بي سي 봐ي سي لصيف . بالفعل بالفعل وفعل حالة مسحة من المترجم 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 اي اي ار هذا هو نفس سلال الأطوال نفس الزاوية نفس سلال مساحات بمعنى AB تسوي AB بريم BC تسوي AC تسوي A' C' وليذن قلت يا 가بين بتسوي A' B' C' وهكذا ACB تسوي A' C' B' و B A C تساوي B' A' C' و المساحة A B C تساوي المساحة A' B' C' A B C مع EJK هنا هي لا علاج لأنه EJK وتكرير EJK أعند اسمه وتكرير A B C إذن ما يكونش عندهم نفس الأطوال ما يكونش عندهم نفس الزوايا ما يكونش عندهم نفس المساحة إذن A B C و EJK A B C و EJK A B C A EJK هذا هو عند المعامل قارننا مثلا A B JK يساوي المعامل في A B نفس الشي EJ يساوي المعامل في B C وهكذا بالنسبة للزوايا نفس الشي يعني بالنسبة للمساحة 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 T A GK د تساوي المساحة A B C واللكن مضروفة للمساحة 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 بالنسبة للأضلع نستعمل المعامل مرة واحدة إذا كالحجم نستعمل المعامل ثلاث مرات المعامل تكبير مع التصغير ثلاث مرات بالنسبة للزاوية نشيء يعني الزاوية مثلا A B C A B C A B C تساوي K G E ولكن ضرب ثلاثة على اثنان K G E إذن إلى هنا انتهت التمارين سبحانه 12 و شكرا على شيئ لكم والسلام عليكم رحمة الله أهلا given ذلك هذه